بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولادي الدرس الجديد في الرياضيات في الوحدة التسعة القصور والعنصر المحايد في الضرب يعني ايه عنصر محايد في الضرب يعني ما بيقصرش في عملية الضرب طبعين هو العدد اللي ما بيقصرش في الضرب خدنا الترمي الاول الواحد الصحيح انا لما اقول سبعة في واحد بسبعة يبقى الواحد غير مؤثر يبقى هو المحايد الضربي إنما تمانية في صفر ده الصفر بيقضي على التمانية تبقى الإجابة زيره طب العدد 3251 في واحد هينزل العدد زي ما هو لإن الواحد غير مؤثر طب بوصل دي الناس تخاف منها وهي تفهى واحد على الواحد بواحد طب واحد في أي حاجة بنفس الحاجة يبقى مين اللي هنا غير مؤثر الواحد الصحيح طب ماذا كسر في واحد ينزل الكسر زي ما هو طب كسر في صفر لا الصفر جزار الأعداد طب دي أضربها ازاي أقول له استنى يا أخي كده ركز خمسة على الخمسة فالواحد واحد في نص ينزل النص لإن الواحد غير مؤثر طب صفر على الاتنين صفر على أي حاجة بزيره وزيره في أي حاجة بزيره شفت الفرق بين الصفر وبين الواحد الواحد هو اللي يقضى عليه يطلع العدد زميله الصفر هو اللي بيدبح اللي قدامه هو اللي يطلع في الإجابة قال لي حل المسائل حلتها حوط على المسائل اللي فيها المحايد الضربي أقول له دي فيها محايد ضربي ودي محايد ضربي ودي واحد وكمان دي فيها واحد يبقى محايد ضربي شريحة تانية عدد واحد هو العنصر المحايد في عملية الضرب لعدد في واحد بنفس العدد كسر في واحد بنفس الكسر كسر في واحد بنفس الكسر عدد كسري 2 و 3 اخماس في واحد 28 و 3 اخماس بنفس العدد الكسري طيب الواحد ده أقدر أكتبه على أشكال قال لك آا لما تيجي تحب تغير شكل الواحد خلي بسته شبه مقامه إيجا ولد قال 2 على 2 أقول له واحد 3 على 3 بواحد 4 على 4 بواحد 5 على 5 بواحد تسعة على تسعة بواحد طالما البسط شبه المقام يبقى دي صور مختلفة للواحد الصحيح طيب لما يجي لي مسألة زي دي والولد يخافوا منها دي يا جماعة ضرباية أقول له ما تخافش بص اتنين على الاتنين فهل ايه الواحد وواحد فأي حاجة بنفس الحاجة اربعة على اربعة بواحد واحد في خمس ازداز بخمس ازداز عشرة على عشرة بواحد واحد في الكسر بنفس الكسر شفت بسيطة ازاي انا نشوف امثلة خمسة على الاتنين فهواحد الواحد ملوش تأثير يبقى الاجابة خمسة على الاتنين طب هنا كام يتضرب فيدي يطلع ستة اللي يشوفها يخاف نقول له ما تخافش تلاتة على تلاتة واحد طب واحد في كام بستة واحد في ستة بستة صدق دي طلع التفهى طب العدد الكسري دي لحظت ايه ده طلع في الاجابة يا مستر بدون طلع في الاجابة يبقى الضرب في الواحد الغير مؤثر الله والصورة الكسرية دي طلعت في الاجابة يبقى هنا واحد طب دي اللي يشوفها يخاف اقول له ما تخافش اثنين على الاتنين فهواحد واحد في سبعة بسبعة دي على دي فيها واحد طب واحد في كام بتمانية واحد في تمانية طب التومي ده ده ظهر في الاجابة يا مستر يبقى اكيد هنا واحد طب خمسة على الخمسة بواحد صحيح طب واحد في كم يا ليلة بخمسة واحد في خمسة شفت جميلة ازاي ولاد ما تخافش من حاجة طب هنا ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساوي يلا اي حاجة في زيره بزيره جزار الاعداد طب اي حاجة في واحد بنفس الحاجة تلاتة ونص طب مين اللي يكسب طبعا التلاتة ونص طب دي دي على دي بواحد واحد في سبعة بسبعة دي على دي بواحد واحد في اربعة باربعة سبعة تكسب دي على دي شاب متشبيين بواحد واحد في خمسة بخمسة اي حاجة في واحد بنفس الحاجة تبقى تلاتة وربع تلاتة جنيه وربع ولا خمسة جنيه الخمسة تكسب واسبك تحلي الاتنين البقين تعال بقى نشوف شايف المستطيل اللي فوق ده اه ده واحد مكتمل طب لو انا قسمته يبقى طلع نصين ده حتى الجنيه في نصين ده حتى الرغيف نصين ده حتى الورقة الطويلة تأسمت نصين طب لو انا أسمته تلاتة اجزاء يبقى الواحد تلاتة تلاتة تلت وتلت وتلت طب الانصاف نصين طب لو أسمته اربعة ربع جنيه وربع جنيه وربع جنيه وربع جنيه الاتنين يبقى مع نصين طب لو قلتلك عدد الاتلات تلاتة على تلاتة طب عدد الارباع اربعة على الاربعة يبقى عدد الانصاف اتنين نص طب عدد الاسلات تلت اسلاس طب عدد الارباع اربع ارباع طب عدد الاخماس خمس اخماس وهكذا هنا عدد الاربع في الواحد الصحيح اقول له الواحدة هو بدن بتسأل على الاربع يبقى اربع على الاربع يعني اكتب له كام يا مستر اربع ايه اربع اللي يعمل دي صح الشكل ده صح واللي يكتب اربع اربع صح طب عدد الاعشار في الواحد الواحدة هو طب بدن عايزه بالاعشار يبقى عشر على العشرة اللي يعمل كده خلاص خد الدرجة طب واللي يقول له انا عايز اكتبها عشر اعشار اقول له برافو عليك دي صح ودي صح طب عدد الأنصاف الواحد بيساوي اتنين على الاتنين كم سبعا في الواحد الواحد بيساوي سبع أسباع يبقى في سبع أسباع طب ماهو ده واحد ودي تسعة يبقى تسعة تسعة طب ده فوق خمسة يبقى خمسة على الخمسة اش معنى لازم البسط شبه المقام يا حبيبي ماهو ده واحد يبقى ثلاثة على ثلاثة طب ما ده واحد يبقى أربعة على أربعة طب ما جابهه مين يبقى سبعة على السبعة طب دي ستة يبقى ستة على الستة شفت الموضوع بسيط وجميل ازاي انا بقى مش اكبر من واصغر من اللي يساوي ولا لا يساوي ده واحد اوكي دي طرحاية يبقى لازم اطرح الاول خمسة خمسة نسيب ايه الخمسة طب سبعة ناقص اتنين خمسة الله طب ما خمسة على الخمسة فقال ايه واحد يبقى تلعب يساوي تلاتة على الاتنين ويدي تلاتة على التلاتة اقول له لا لا يساوي عرفت منين البسطة قد المقام يعني ده واحد هنا البسطة اكبر من المقام يبقى صورة كسرية يبقى لا يساوي ليه ما حطتش اكبر واصغر صيغة السؤال يا ولادي اللي عايزة كده طب دول كامور مستطيل ست مستطيلات متلونين يبقى دي ستة على الستة يعني وحدة كاملة طب ما ده ستة على الستة يعني واحد يبقى علامة يساوي طب دي تسعة على تسعة بواحد تسعة على الخمسة مش بواحد يبقى لا يساوي اجمع دول يبقى فوق خمسة وتحت خمسة يبقى يساوي واحد وده واحد يبقى يساوي طب هنا تلاتة على تلاتة بواحد واحد في اي حاجة بنفس الحاجة طب دي بواحد اجابة دي واحد وإجابة دي سبع يبقى لا يساوي سؤال اللي بعده بقولك ازاي تعمل قصور متكفئة عن ايه مستر قصور متكفئة انا جبتلك نص جنيه قلتلك عايز حاجة قده فقلتلك عشان نجيب قده نضرب فوق وتحت في نفس الرقم فمستر حامل اختار يضرب في اتنين اضرب في اتنين فوق اتنين في واحد باتنين اضرب في اتنين تحت اتنين في اتنين باربعة ايه رأيك ان النص قد الربعين اه صح ما النص ربع وربع يبقى ليه قدها عشان ضربتي فوق وتحت في نفس الرقم طب يديني واحدة كمان يا مستر للنص توأم كمان اضرب في ثلاثة ثلاثة في واحد بتلاثة ثلاثة في اتنين بستة او ثلاثة ازداس قد النص ليه لاني ضربتي فوق وتحت في نفس الرقم طب دي استراتيجية الضرب دي استراتيجية النمازج دول متقسم كم جزء جزئين يبقى ده بيمثل نص طب لو انا جيت على النص ده وروحت عملت اربعة تربعة اه يبقى الربعين دول ربع وربع قد النص ولا مش قده قده يبقى النص في قد ايه النص في ربعين ده بالنمازج تعالا نشوف واحدة تانية يالله جماعة عد كده دول واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى دول سبعة عدهم كلهم يطلعوا عشرة طب ما هي نفس التلوينة هي نفس التلوينة طب عد دول هتلاقيهم كام هتلاقيهم اربعتاشر طب عد كله هتلاقي عشرين طب مش التلوين قد التلوين اقول له يبقى ده اد ده طب عايز تتأكد السبعة بقت أربع تشر اتضربت في اتنين العشرة بقت عشرين اتضربت في اتنين طالما فوق وتحت اتضرب وفي نفس الرقم يبقى موت سويين وهاسب لك تعمل دي يلا اوجد حصل ضرب ثم اصلي النواتج المتساوية 3 على 3 بواحد واحد في الكسر بنفس الكسر اي حاجة في واحد بنفس الحاجة عدد كسري 6 على 6 بواحد اضربه في الخمس يطلع الخمس 5 على 5 بواحد 1 في 3 يطلع التلاتة 7 على 7 بواحد اضربه في الخمس يطلع الخمس 3 على 3 بواحد 1 في 3 بتلاتة أربعة على أربعة بواحد اضربه في دا يطلع التسعين تسعة على تسعة بواحد اضربه في تلاتة وربع يطلع تلاتة وربع وبعد كده توصل دا شبه دا يا مستر وصل الخمس شبه الخمس وصل تلاتة شبه التلاتة وصل اتنين على التسعة هي مستر وصل شفت السؤال وجماله على سؤال تاني ستسا في الواحد الصحيح أقوله الواحدة هو بدام عايزه ستسا يبقى ستة على الستة كده انت خطي الدرجة طب لو واحد كتب ستة أسداس إجابة صحيحة طب كم عدد قصور الوحدة في الواحدة على الخمسة وعشرين أقول له عدد القصور بنجيبه من البسط طب هنا واحد يبقى كام واحد كسري وحدة واحد كسري وحدة واحد طب هو على خمسة وعشرين يبقى ده مقسم لكم جزء لخمسة وعشرين جزء فتبالة الواحد على الخمسة وعشرين ده اسمه إيه اسمه كسري الوحدة جميل جميل الواحد على الخمسة وعشرين اسمه كسري الوحدة طب عدد قصور الوحدة يطلع كام يطلع خمسة وعشرين لأنه متقسم خمسة وعشرين جزء طب دي أولاد تلاتة بقت اتناشر إيه اللي حصل اتضربت فاربعة طب نعمل إيه تحت نقلدها اضرب فاربعة اربعة فاربعة بستاشر طب دي العشرة بقت عشرين اتضربت في اتنين يبقى نضرب فوق في اتنين نضرب فوق في اتنين خمسة في اتنين بعشرة طب الواحد كم على كم خمسة على الخمسة تمام يا أولاد تمام نلاجع تاني كم ستسا في الواحد الصحيح ستة أزداس وهنا عرفنا الطريقة كم عدد قصور الوحدة في الواحد الصحيح من النوع ده يبقى خمسة وعشرين لإن المقام بتاعه خمسة وعشرين يبقى خمسة وعشرين جزء كل واحد اسمه واحد على خمسة وعشرين مع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي تبع السبعة بواحد وده واحد يبقى يساوي دول كلهم متلونين يبقى تسعة على التسعة إنما دي تمانية على التسعة يبقى الإجابة إيه جماعة دي الأكبر لإن ده واحد ده كسر دي إجابتها واحد واحد في ربع بربع طب ماذا ربع يبقى يساوي طب دي التلاتة بقت ستة يبقى تضربت في اتنين اللي أربعة بقت تمانية يبقى تضربت في اتنين طالما دي شابه دي يبقى يساوي طب عايز طريقة تانية اعمل طريقة المقص أربعة في ستة بأربعة وعشرين 8 في 3 بـ 24 يبقى علامة يساوي طب دي الواحد بقى 5 الزغير كبر يبقى الضرب في 5 اللي 2 بقى 10 يبقى الضربت في 5 طالما دي شبه دي يبقى يساوي طب عايز تأكيد يعمل مقص 1 في 10 بـ 10 2 في 5 بـ 10 4 على 6 ودي تلتين اضرب في 1 يبقى الإجابة تلتين طب إيه العلاقة بينهم اللي 2 بقى 4 ضربت في 2 3 بقى 6 ضربت في 2 يبقى يساوي كده السؤال الأخير يقول لك اكتب حسب المطلوب إيه اللي كسر 4 على 5 وعايز يجيب 3 قصور مكافأة يعني أده هاتلي 3 قصور أده نجيبها ازاي ازاي يجيب 3 أده قالك يضرب فوق وتحت في نفس الرقم طب مين أسهل رقم أضرب فيه اللي 2 أولا أسهل 4 في 2 بـ 8 5 في 2 بـ 10 أنا ضربت في 2 أوكي طب عايز واحد كمان اضرب في 3 4 في 3 بـ 12 5 في 3 بـ 15 طب عايز واحد كمان اضرب في 4 4 في 4 بـ 16 5 في 4 بعشرين أقدر أجيب مليون بنفس الطريقة أضرب في 2 3 و 3 و 4 و 5 و 6 وبرحتك وهكذا يارب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم يا أولادي وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقولك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي ترجمة نانسي قنقر